بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض رؤية c++ هنكمل الجزء الخاص بالobject oriental programming كنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي نعمل function وتكلمنا عن variables اللي نقدر نعملها ونستخدمها جوه ال functions بتاعتنا و ازاي نعمل object و اعرفنا يعني e class واخدنا فكرة عامة عن الموضوع هنتكلم النهاردة عن حاجة تانية احنا في functions لما كنا بنعملها مش كنا ساعة من نحب نجمع functions بتاعتنا كلها في الاول طب افرض ان انا عايز اكتب function بتاعتي برا ال class زي ما كنا بنكتب الحاجة بتاعتنا او functions بتاعتنا برا المين تمام في الحالة دي انا هحتاج اعمل ايه انا عشان اكتب functions برا المين انا محتاج ان انا اعرفهم جوه الايه class نفسه يعني هاجي هنا هاعرف sit underscore data ودي حسين وهقفل بسمي column كده ونفس القصة برضو هاعرف function بتاعي true في الحالة دي انا عشان حطيتهم هم الاثنين جوه class التعريف وال function نفسها فاعمل لي error طب لو جيت انا خدت الكلام ده كده cut تمام وجيت حطيته هنا قبل class مثلا او بلاش قبل class هاجي حطه بعد class بتاعي لقينا نيم هنا اطلاق له error ونيم هنا اطلاق له error ليه مش هو نيم دوت هو نفسه اللي جوه لكلاس بتاعي ما انا معرفه ان هو جوه لكلاس بس هنا انا مش محدد له هو تابع لأني class انا حطيته ومش اهلاله هو تابع لأيه في حالة ان انا حطيته وما قمتلوش هو تابع لأيه بيبقى automatically تابع للمين طب انا عايزة اخليه يتبع لكلاس نص هتطر اعمل حاجة اسمها scope resolution operator ايه scope resolution operator الاسم ده احنا قولناه قبل كده قولناه سعت ال variable global لما كنا بنفرق ال scope بتاعنا من مكان لمكان طب علشان اعمل ال scope resolution operator ده اللي هو كان عباره عن ايه اتنين نقطتين فوق بعض جنبه بعض كده اتنين colon جنبه بعض طب اعمله ازاي بقى بالنسبة للكلاس اول حاجة بحط نوع function بكتب جنبيها اسم class بعد كده بحط operator بتاعي وبعد كده بكتب اسم function نفس القصة هنا هقول له void اياما نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض show في الحالة دي لما جا استدقيها او اما جا استعملها هيروح تبقى 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 المين او ال variables اللي جواها تبقى المين تبقى ال class بتاعه تمام طيب نجرب نشغل بالشكل ده دي ال function اللي كنا عملينها المرة اللي فاتت هدي مروه طلع لي هاي مروه عمر طلعه هاي تمام يبقى كده احنا عرفنا لو عايزين نكتب function برا للكلاس هنحتاج ان احنا نعمل ايه اول حاجة محتاج اكتب جواهة declaration تاني حاجة محتاج ان انا اعمل ال header بتاع ال class بتاعي ال function بتاعتي ال scope resolution operator اللي هو العلامة دي طب علشان اكتبها صح بعمل ايه بقول نوع return type بتاع ال function بعدها اسم ال class بتاعي بعدها ال operator بعدها اسم ال function اللي انا عايزها بعدها ببدأ اكتب ال body بتاع ال function اللي انا عايزه تمام اتمنى اكون افتقوا في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته